أنا من شخصيته عرفت أنه حي فيه العيب يبان من شخصيته لا يعني نادي الأهل حقيقي حسنا وسام أنا قلت لك أن شخصيته هتنجح جدا 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 جوا نادي الأهل لأنه مركز في التفاصيل التفاصيل بجد فربنا يا كريم أخيرا آخر سؤال لي كنتم لاتنين المنتخب الأولمبي ورأيكم في استعدادات واختيارات المدير الفني ميكالي أنا أعطاك أن ليس في الإمكان يعني كل أمان أفضل من مكان الظروف بتاعة الموسم وظروف الأندية والتنافس يعني خلى هو يعني المرشحين من اللعيبة اللي فوق السن زيزو وي أنني بصراحة مش عايف وكان فيه ليه ما يخدش مصطفى محمد مش عايف يعني حسن ما مصابة يعني وبدأ نانت ما رفضش هو مصاب أصلا مصطفى مصابة عالحة فترة الإعداد طيب فأعتقد ده أفضل صيغة ممكن نروح بيها الأولمبياد بمنى لهم طبعا أكيد نحن إن شاء الله يعني إذا حققناه في أولمبياد لندن 2012 لما وصلنا دور الثمانية مع الكابتن هاني رمزي ولعبنا اليابان أتمنى إن شاء الله نوصل لهذا الدور أو ليه لأه ممكن نتخطى هذا الدور نوصل للسيمي فاينال وإن شاء الله بإذن أعتقد المجموعة اللي تأهلت ولعبت معظم مباريات المنتخب ده هي الأعتقد هو اللي معتمد عليها وأعتقد مجموعة منساجمة وإن شاء الله أنا بشوف إن يعني اختياره للقايمة هل المواهب قلت في مصر وده عايزين موضوعنا بنفتحه هل المواهب في مصر قلت الحاجة التانية أنا بشوف أنا بصراحة الآن شوية من القايمة مش بتطمن أهو على المنتخب يعني شاف إن النني أصلا يعني بقلو فترة ما بيلعبشوا بعيد انت واخدوا ليه يعني عمر الساعي عمر الساعي إزاي بتاع العيب الإسماعيلي من أحسن المواهب الصعدة في مصر إزاي مخدوش في قائمة المنتخب بس هل أحساب مين بقى يا سعب بص أنا سألقى في نفس السؤال يعني زياد كمال ولا عمر الساعي لا زياد زياد كمال العيب الزمالك زياد العيب الزمالك أه! لا أعمر الساعي أفضل.. وعمر أنا أشوفه بياخد متشات أكثر على الأقل بياخد متشات أكثر أعم عمر الساعي تمانية أفضل بس مع أصوه خباكة هو بيرده بيلعب مين هو بيلعب محمود صابر يعني عمر الساعي معلش كل من النني في الفترة حالية كان هذا هو الثلاث اللي بيلعب بهم مين هو بيلعب زيزه خبرة بس بقاله زمان ما بيلعبمش محمود صابر ومحمد شحاتة وأحمد دبيل كوكة ده الثلاث ياسيين بتوعه ماشي? ماشي. دلوقتي داخلي عليهم مين? تلاتة لسيين مين? كوكا? كوكا. ويه محمد شحاتة. ومحمد شحاتة ومحمود صابر. ماشي. دول التالي اهو بيلعب بيهم. ماشي. كلمات احسن من بعض. اهو مددك. لا امان ما حدش يلعب عليهم. امم. اتكلم بصراحة. فانت اي اسم هتحطه هتحطه كبديل. زيادة كمان انا فجة نظر اصلا ما بيعتمدش عليك خط. انت كده بقى كده هتعمل ايه? اه. ده هيلعب النني. اه. ماشيو هيحطه بكم مينة. محمد صبر غالبا. ممكن يلعب النني ستة ويدخل كوكا تماني. ويدخل كوكا تماني. فيه حاجة تانية انا برضو عايز اخد رأيكو في حاجة. بالعكس انا بشوف انه. انت دلوقتي احنا مسلا في المنتخب الولومبي. قدامنا تلات لعيبة كبار السن. اخد اتنين? ناخد اتنين بس ليه? ما فيه منتخب ما اخدتش عفكر. ايوة بس ليه? يعني هل هل الدور يا جماعة? هل المواهب في مصر قليلة? عشان اخد اتنين بس. ده طوبي كبير اوه في صراحة عشان اتكلم فيه. اه. الوقت هل انت مقتنع بالمساكين الموجودين في القيمة? يعني اقول لي مين مين المتاحة? اخد مساكم الدورة. مين? مين? في مساكين كتير في احمد رمضان بكهم في سراميكا في باهر المحمدي في الناد المصري. في مساكين اتفق مع مع سابت في احمد رمضان بك. يعني في مساكين لو لو عادنا ندور. ولعبه جوكر. ممكن كميلا استخدار وكيما. وباهر لعيفة في المصري العيب كويس ودولي برضو مش واجه. لا انا اتفق معك في رمضان بك. واحمد رمضان بك. كنت ممكن تاخد مساك بحيس ان اختياره للقيمة انا شايف ان المدافعين لا يعني كان افضل من كده ممكن تاخد مساك كبير شوية في السن. ايه. زي ما الكابتن هيني رمزي في الفين واثنة عمل يختار مين? كان احمد فاتحي. احمد متعب. وابو تريك. واحمد حطه في. حط حط في تلات اماكن كل واحد خبرة. صح. وبرضو حتى السنة اللي فاتت لما روحنا اللي هي من اربع سنين كنا اخترنا برضو كل واحد يعني اخترنا تقريبا حجازي والوينش. وكان في حد كمان يعني قدام تقريبا. كان اختيارات برضو او الشناوي. الشناوي حجازي والوينش. صح. بحيس ان هو يأمن المنطقة الدفاعية كلها. لان الدفاعات قدام الفرع اللي زي اسبانيا دي بتفرق. بتفرق كتير جدا. عموما نتمنى يا رب كل التوفيق لمنتخبنا الوطني الاليمبي اللي عنده مهمة وطنية كبيرة جدا. كلنا في ظهر منتخبنا الوطني خلال المرحلة القادمة. وكل التوفيق لنادي الاهلي بكرة. فيه مباراته الهمة جدا. وهكا العادة. زي ما حضراتكم عارفين مباراة مهمة. طاقم التحكيم نزل يا شباب ولا لسه. لسه حتى هذه اللحظة. لم يحضر طاقم التحكيم. لكن كل اللي احنا عايزينه ان شاء الله. زي كالعادة دايما. وبنقول لرسالتنا الاخيرة. ان تكون هناك عدالة متواجدة في مباراة بكرة ان شاء الله. وكل مباراة الدوري العام المصر. اخيرا. انا بشكرك احمد على وجودك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. وما تنسوش بكرة مباراة النادي في تمام الساعة السابعة. سوديو التحليلي لقناة النادي الاهلي لهذه المباراة. بيبدأ في تمام الساعة الخامسة. مع كابتن ايمن شوقي ومحلل لنا الكبار. ومن بعد المباراة يستكمل لسوديو التحليلي. وبعدين اكون مع حضراتكم ان شاء الله في تمام الساعة 11. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. وغدا من حلقة جديدة من المباراة النادي. شكرا جزيلا.